منذ عام تقريبا قرر المهندس كرخي التحول إلى استخدام سيارة ذات محرك كهربائي والتي يرى أنها وفرت عليه الكلفة الباهظة للوقود التقليدي فضلا عن كونها صديقة للبيئة أنا بصراحة من أنصار البيئة أنه أحب البيئتي المدينة تكون نظيفة لأن أشوفها دائما من أطلع خارج المدينة ومن أدخل المدينة أشوف فد غبار عليها كأنه فتسواد عليها هي هاي كل الملوثات كل هاي الاحتراقات المولدات الشغالة فهي هاي شجعتني بصراحة ونوعية الوقود الموجودة بالمدينة هي هاي أكثر شيء يعني نوعية المقود موزعنة بالإضافة إلى ما تفرزه عوادم السيارات فأن أسبابا أخرى تقف وراء أزدياد نسب تلوث الهوائف العديد من المدن العراقية بحسب مختصين منها الاكتظاب السكاني وتقادم البنى التحتية وتنامي العشوائيات وضعف خطط معالجة النفايات فيما يشدد خبراء البيئة على ضرورة زيادة المساحات الخضراء حول المدن مع تجديد الرقابة على المخلفات الملوثة للهواء في المصانع إلى جانب تنظيم التوسع العمراني ومشاريع السكن الجديدة السيارات من أكبر ملوثات الهواء بمادة الرصاص التي تؤثر في صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى فضلاً عن أضرارها الجسيمة على البيئة إضافة إلى قلة الرقابة على المصانع على الحكومة أن تجد بداء لتقليل عدد عجلات الوقود الأحفوري في الشوارع حكومياً تسعى الدوائر البيئية في العراق إلى التقليل من نسب تلوث الهواء من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث البيئي والتجديد على التزامات العراق بنصوص المعاهدات الدولية بهذا الشأن ويشخص مختصون بالشأن البيئي أن العراق شهد خلال العقد الماضي حداراً حاداً في مؤشرات جودة الهواء والتي وصلت إلى أكثر من 150 ميكروغرام للمتر المكعب في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز متوسط تراكيز جسيمات الدقيقة المعروفة باسم MP2.5 حجز الخمس ميكروغرام للمتر المكعب الواحد وطبقاً لتقارير دولية فإنما يزيد عن 30 نوعاً من المعادن المضرة بالصحة وأكثر من 140 نوعاً من البكتيريا المسمدة للأمراض هي من بين مكونات العواصف الغبارية التي تتكرر بشكل مستمر في العراق مضيع محمد الحرة أربيل